طيب أذهب للأستاذ ياثين لماذا لا تريد إثيوبيا إشراك مصر في إدارة سد النهضة حتى يكون هناك إثبات لحسن النواية من عدم الإدرار بالمصالح مصر والسودان المائية يعني أولا قلنا علق عقب على أستاذ محمد ميجي على ما يتعلق بسياسة المصرية ما يتعلق بسياسة زراعية إذا كما تفضل وحتى إذن كما يعني أشار ويصرحون كثير يعني من المرات المسؤولون المصريون أن زراعة الأرز أو الرز في مصر هي تكلف مياه يعني تستهلك مياه كثيرة إذا كان هذا لماذا مصر تزرع الرز في مصر لماذا لا تستورد الرز الأثيوبي اللي هو رخيص ونحن في أثيوبا لدينا مياه قزيرة يعني ما في أي إشكالية في زراعة وحتى الدول الخليجة الآن هي تستسمر في زراعة الرز وتستوردها من أثيوبا لكن الأولى يا أستاذ يسين عذرا على المقاطعة مداما عندي أرض زراعية أزراها بدل ما استورد مع احترمنا وحبنا لحضراتكم إذا أستاذ محمد عاوز يقول حاجة كمان لو نرفع أصدر طايفك الكريم إنه إن زراعة الرز في مصر هي للتصدير ليس للا لا 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 لأننا نعرف أن نزل في مصر ونعرف يعني شعب مصر بيأكل عيش الكبز ليس 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 فبالتالي هناك أنا أقصد هناك أولويات يعني إذا يعني لا لا بس حضرتك ما تمليش عليك ما تمليش علينا الأوليات بتاعتك حضرتك يعني نحن بتاعتكم سابر غير مقبول يعني بالأسف غير مقبول طيب تفضل أكمل يا أستاذ ياسين طيب هؤلنا هذا كان الحاجة ممكن تزرع ملوخية عندكم إيه رأيك لو إحنا نقول لكم زرع ملوخية عندكم هذا التهريق يعني لا يصدح لا يصدح طيب نستمع يا أستاذ محمد إلى أستاذ ياسين تفضل أكمل الفكرة يا أستاذ ياسين أنا أستاذ مجدي يعني يريد أن نوسع صدرنا وكذا الآن أزمة الآن صد النهضة بين أثيوبيا ومصر هي حقيقة لعدم وجود أي تبادل تجاري اقتصادي بين البلدين ليس هناك أي تعاون يعني يذكر كما نرى الآن يعني بالأمس زارة وفدا سعوديا يعني استثماريا بـ 79 وفد يعني يستثمر في أثيوبيا وبوصل الماضي 17 اتفاقيات بين الإمارات وأثيوبيا وكذلك إذن الدول خليج وتركيا وغيرها لكن أين مصر من عمقها الأفريقي أين مصر من استثماراتها في أثيوبيا والقرى الأفريقي فبالتالي بالعكس هذه مسألة جوهرية أنا أتمنى أنا كمان بدعوه ونطالب الحكومة الأثيوبية والدولة الأثيوبية أن يكون لديها استثمارات في مصر لماذا أقول هذا الكلام؟ نحن كشعوب عندما تكون هناك لدينا استثمارات وتبادل تجاري بين الشعبين الشقيقين المصري والأثيوبي إذن أي قضايا خلافية سياسية ستحل بكل سهولة لأن هناك في مصالح اقتصادية مشتركة فنحن لا نقلل من هذا الموضوع أنا عندما علقت عفوا وليس قصدي الإملاء إنما هو يعتبر أنا نوع من التقارب الاقتصادي نوع من المصالح الإقليمية الاقتصادية نحن حقيقة حكامنا وأنزمتنا بعيدة عن هذا الشيء فنحن كشعوب نفرد نطالب حكوماتنا وأنزمتنا بأن يكون هناك تبادل وتقارب اقتصادي طبعا سيد ياسين هعود لحضرتك لكن فيما تعلق بهذه الفكرة الدول الاستعمارية تقبر الدول الأخرى على اللقو لها فيما تعلق بالتصنيع يمنعونهم من التصنيع من أجل أن يوردوا لهم منتجتهم هذا في إطار الدول الاستعمارية لذلك الفكرة وجدت معارضة كبيرة من الأستاذ محمد مجدي نعم نسمع الأستاذ محمد مجدي فيما تعلق بهذه الفكرة حتى لا تذهب منها فعلا تفرض جندتها لكن نحن برضو كأفارقة نتمنى أين الاستثمارات المصرية أنسى أثيوبيا لكن أين الاستثمارات المصرية في الدول الأخرى أين التبادل التجاري بين مصر والسودان طيب يجيب عليها الأستاذ محمد مجدي السودان ومصر يعني دولتان متجاورتان جغرافية متداخل ثقافي وتاريخ أين التبادل لماذا لا يكون هناك تكامل اقتصادي بين دول حوض النيل هذا السؤال لا بد أستاذ محمد يجيب على هذا السؤال ابقى معا والله أنا متفق مع الأستاذ ياسين جدا في هذه الفكرة المفروض يكون هناك تكامل اقتصادي والمفروض فعلا يكون هناك تعاون على مستوى أكبر بين مصر وأثيوبيا لكن ما ينفعش يعني عشان هذا يحدث يجب تنقية الأجواء من أي شوائب ومن أي مشاكل هو دلوقتي الشعب المصري شايف أن سد النهضة خلى المياه تقطع عنده من ثلاثة لأربع ساعات يوميا شايف أن بعض الزراعات اللي كانت مصر بتزراعها ما بقتش قادرة تزراعها فكيلو الرز بدل ما كان بخمستاشر جنيه بقى بثلاثين جنيه لأن هما بيستوردوا الرز أنا مش عارف هما بيستوردوا الرز منين عشان ما أقولش الضيفة الكريم معلومة خاطئة لكن سعر كيلو الرز مصر تطاع ليس حتما ليس من أتيوبي يعني ليس من أتيوبي يعني بس أنا بقول لك ليه عشان يحدث ما حدثك بتتحدث عنه يجب تنقية الأجواء السياسية أولا وإحنا ليس لدينا أي مشكلة مع الشعب الأتيوبي الشعب الأتيوبي والسوداني وتشاد وكل الدول الأفريقية بتأتي إلى مصر والشعب المصري بيرحب بهم جدا جدا وبعضهم بيدرس في جامعة الأظهر والشعب المصري شعب المضيار وبدعو الحضر لك أن أنت تروح بنفسك إلى مصر في أقرب فرصة وتشوف الشعب المصري بيرحب بيك قد ديك فهذه هي نفسة المشكلة يعني أستاذ يافين لو استوردنا منكم رزة هتنتهي أزمة سد النهضة؟ لو استوردنا منكم رزة هتنتهي أزمة سد النهضة؟ أنا أعتقد ستساهم في حل هذه المشكلة ليش تعرف عندما تستورد مصر يعني ليس فقط الرزة الأتيوبي بل القهوة والبن تخيل يعني أنا قرأت مرة كاتبة صحفية مصرية كتبت أن مصر تستورد البن والقهوة 95% من خارج القارة الأفريقية يعني بينما أثيوبيا تملك من أجود أنواع البن والقهوة في العالم فبالتالي نتمنى أن يأتي يوم على المصريون أن يشربوا القهوة الأثيوبية على ضفاف النيل بنكهة مية النيل يعني نعم نتمنى صحيح صحيح يعني هتخلوا مصري بس هم مش لعين يشربوا دلوقتي بس سيدين مشكلة يعني لا 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 بس يعني حقيقة لو أتكلم لدي بصراحة أنا أزمة الشعب المصري اقتصاديا نرى أين الشعب العديد يخرج يخرج ويشتكي من كلة المياه عن البيوت عن البيوت من 3 إلى 4 ساعات يا أستاذ يا شيد أزمة كمرباء